مرحبا شباب كيف تحول من iOS 18 باتا أو التجريبي إلى النسخة الرسمية؟ الطريقة سهلة جدا ولا تحتاج أي تعقيدات تعرفون التحديدات التجريبية؟ تنزل باتا 1، باتا 2، باتا 3 وهكذا إلى أن تنزل النسخة الرسمية قبل ما تنزل النسخة الرسمية بأسبوع أو أسبوعين تنزل النسخة باسم RC أو ما يصطلح عليه بـ Release Candidate هذه النسخة تكون آخر نسخة تجريبية قبل ما ينزل الرسمي ولا تجد فيها كلمة باتا في صفحة التحديد لكن تجدها رقم التحديد الرسمي فقط مثل التحديد الرسمي وهي بالنسبة 90% تكون نفسها التحديد الرسمي الذي ينزل بعد أسبوع أو أسبوعين جميل الآن وقد فهمت جيدا معنى نسخة RC لأنها ستكون مهمة جدا بالنسبة لك في خطوة التغيير من التحديد التجريبي إلى الرسمي لما تنزل أبل نسخة RC كما قلنا سابقا قبل أسبوع أو أسبوعين ستعرفها بالطريقة التي أخبرتك أنها لن تكون فيها كلمة باتا مثل باقي التحديدات التجريبية ستجد رقم التحديد فقط هنا تقرر إذا أردت أن يصلك التحديد الرسمي يوم نزوله للعامة وتحدث له بطريقة عادية بدون المرور عبر صفحة التحديدات التجريبية فيجب أن لا تحدث إلى النسخة RC وتنتظر أسبوع أو أسبوعين وسيصلك التحديد الرسمي مع العامة وتحدث له بطريقة طبيعية لكن كما أخبرتكم سابقا فهذه النسخة RC بنسبة 90% تكون هي نفسها النسخة الرسمية أبل تأخذ النسخة الرسمية وتنزلها باسم RC للتجربة قبل ما تنزلها للعامة لو قمت بتنزيلها فلن يثرك التحديد الرسمي لما سيصل للعامة لأنه سيكون نفس النسخة التي أنت عندك بمعنى آخر لما تنزل النسخة RC فأنت تنزل التحديد الرسمي قبل العامة إلا في حالات نادرة أثناء مدة تجربة التحديد RC أبل في بعض الأحيان تجد مشكلة صغيرة وتقوم بإصلاحها والتحديد الرسمي ينزل برقم بناء مختلف حيث ذلك التحديد يكون نفسه النسخة RC مع إصلاح تلك المشكلة وفي هذه الحالة حتى لو كانت عندك النسخة RC فسيصلك التحديد الرسمي لما ينزل لأنه مختلف عن النسخة RC ويمكنك أيضا التحديد له بطريقة طبيعية وهذا ما أنصح به شخصيا إذا كنت على النسخ بيتا ووصلتك النسخة RC قم بالتحديد لها وفي أغلب الحالات ستكون نفسها نفس النسخة الرسمية ولو نزلت نسخة أخرى أحدث فستصلك ويمكنك التحديد لها بشكل طبيعي إن شاء الله تكون وصلتك الفكرة كاملة ومن اليوم ستكون فاهم جيدا النسخة RC والانتقال للنسخة الرسمية نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله سلام